السلام عليكم ورحمة الله. انا اكمل حل الكتاب بيت باي بيت للصف الاول الاعدادية الترمية الثانية لعمل دراسة عشرين اربعة واشرين الوحدة الاثناشر الدرس الخامس والسادس. اه صفحة متين تبانية وسبعين. تين ستة وسبعين. دمعين. تين ستة وسبعين. السؤال الاول. اه هنا لو انت ايه الناس لن تراها ولن يجدوه كيف? دي سبير اختفيت. الاجابة للترسية. السؤال الثاني معناها ان انت بتجعل الجرح اه او المرض افضل يبقى اللي يعالج. الاجابة للتربيه. السؤال الثالث معناها انها ليست مملة. يبقى مشوقه. السؤال الرابع هي اه سواء يعني يجب عليه ان هو يراجع قبل الاختبار اللي يحصل على درجات عالية. بعد كده السؤال الخامس. الحكومة لديها ايه جيد للخمس سنين القادمة? يبقى لديها خطط اللي جابة لترضيه. السؤال السادس هل يمكنك ان تقول لنا التربقات عن المباراة? اللي جابة لتربيه. السؤال السابع عمر بيقضي وقت كتير للعب والارعب الفيديو باسبينت. اللي جابة لترضي. السؤال السابع اعتقد ان بعض ايه سوف يختفي في المستقبل. يبقى لنساس اللي الامراض اللي جابة لترسيه. السؤال التاسع هنا يعني يختفي عكسها ايه? يظهر. اللي جابة لتر دي. السؤال العاشر الموبايل الخاص بيها في تطبيقات كثيرة مفيدة. اللي جابة لتربيه. السؤال حداشر القصة كانت ايه? كل واحد احبها. يبقى كده مشوقة اكسايتنج لجابة لتر ايه. السؤال الاثناشر ايه? احب اعيش في المكان الهادي. لذلك احب اعيش في الكانتر سايد الريف اللي جابة لتربيه. السؤال الثلاثر ايه? انا اريد ان اصمم الى ايه جديد لكي مساعدة الناس لهم يحجزوا تزاكر يبقى تطبيق جديد يبقى لجابة لتر ايه. السؤال الاربعتاشر افتر ايس بيس سكول. ايويل جوين زي يونيفرسيتي بفنش. بعد مخلص المدرسة هزب للجامعة لجابة لتربيه. السؤال الخمستاشر هو راجل جيد. هو دايما بيعمل اه بيعمل عمل تطوعي لجابة لتربيه.